لا يدل توقيت أو مكان وجود وزير الدفاع التركي خلص أكار على التوصل إلى تفاهمات ناجزة بين أنقرة وموسكو حول إدلب التي ما زالت تتأكل تحت ضربات الطيران الروسي الداعم لقوات الأسد على الأرض يحسم أكار وضع نقاط المراقبة التي تنشرها بلاده في سوريا ويؤكد دوام بقائها وعدم وجود أي انسحاب لها إضافة إلى امتلاك الجنود الأتراك الأوامر والقدرة على الدفاع عن أنفسهم ضد أي عدوان أو تحرش دون أن يخفي العتب على موسكو حول التزامات لم تنفذ نعمل جاهدين على إنهاء المجزرة في إدلب مع مواصلة نظام الأسد هجماته ضد الأبرياء رغم جميع الوعود المقدمة والتفاهمات المتفق عليها ننتظر من روسيا في هذا الصدد أن تستخدم نفوذها لدى النظام في إطار التفاهمات والنتائج التي توصلنا إليها خلال اللقاءات وممارسة الضغط عليه لوقف الهجمات البرية والجوية نحن نحترم الاتفاق المبرم مع روسيا وننتظر من الأخيرة الالتزام به أيضاً حديو أكار يأتي بعد حملة قصف جوي ومدفعيه والأعنف على رياف إدلب منذ الشهر الفائت تلاه هجوم بري خلف خسارة المعارضة لأكثر من أربعين قرية وبلدة إضافة إلى إدخال نقطة مراقبة ثانية تابعة لتركيا في الصرمان بعد أمورك في حصار من قبل الأسد وتهديد نقطة ثالثة في معرحطات على الأتستراد الدولية الذي يعد هدف روسيا من الحملات المتتابعة على إدلب غياب التفاهمات التركية الروسية حول إدلب منح المعارك في المنطقة نفساً تصاعدياً مع مواجهات شهدها ريف إدلب الجنوبي بالأمس والتي أظهرت فيه المعارضة سلاحاً وأداءاً مغيراً للمشهد الذي مكن النظام خلال أيام من التوغل شرقاً وجنوب إدلب حتى أطراف معرة النعمان